بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى من الوصايا للحجاج والعمار العبادات القلبية والوصايا الروحية فالحج ليست رحلة سياحية ولا رحلة روحية فقط وإنما هي رحلة إيمانية يجب على الإنسان أن يذهب إليها وأن يستلهم روح العمل والإيمان ليعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه من هذه الوصايا وعلى رأسها أولا الإخلاص فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة وأفضل الأعمال ما يبدأ بالإخلاص وما ينتهي بالإخلاص لأن الإخلاص طريق الوصول وأيضا على الإنسان أن يستمتع بالحج وأن يعمل قانون التخيل أنه ذاهب إلى ربه وعليه أن يستلهم من الآية الشريفة إني ذاهب إلى ربي سيهدين إلى رحلة التحول والتغيير والعودة بشكل جديد وعلى الإنسان أن يفكر في فلسفة الحج وفي فلسفة لبس الثياب الأبيض الذي لا خيط فيه ولا جيب فيه من الإحرام ومن الطهارة الحسية والطهارة المعنوية وقد كنا تحدثنا عن الوصايا الروحية والقلبية وأيضا عن الوصايا التنفيذية على الإنسان أن يوصي نفسه بالتقوى وبالعمل الصالح كل إنسان منا إذا تقدم في فن الدعوة قال أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكل العبادات غايتها التقوى انظر في الصيام تجد أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الحج قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزار التقوى والتقون يا أولي الألباب الحج ليس رحلة لقلب الملابس والسياحة والسير في طرقات الحرمين الشريفين أو في مكة أو في المدينة وإنما ذهاب بالجسد والروح إلى الله للتخلص من عوائق الوصول ومن الذنوب لا سيما ذنوب الخلوات ولذا فمن الوصايا القلبية والعبادات القلبية التوبة وبداية التوبة كان يستغفر الإنسان وأن يكرر في نفسه تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود إلى معصية أبدا وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله فيقبل على ربه ليكن من التائبين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن أقبل على باب الملك سبحانه وتعالى تائبا لا يرده أبدا من الخاسرين لأنه سبحانه يجبر بخاطر المنكسرين ومن العبادات القلبية والوصايا تعظيم الشعائر والمشاعر والمناسك فأنت في الحرمين الشريفين في حضرة قدسية على باب الملك على باب الرحمن وفي ضيافة الرحمن في بيته قال وطهر بيتي للطائفين اسمع كل المساجد بيوت الله لكنها ليست باختيار العباد وإنما باختيار الله والمولى تبارك وتعالى يصطفي من عباده ويختار من عباده من يضيفهم في هذه المواقيت وفي هذه الأوقات في شهر ذي الحجة أو في الأشهر الحرم وقد اصطفى الله سبحانه وتعالى لبيته من العمار والحجاج من ذهبوا وقد لبوا في أرحام وفي أصلاب أمهاتهم فمن لبى مرة يحج مرة وهكذا وعلى الإنسان أن يكون على قدر المهمة وأن يسعى بهمة ليكون على قدر المرحلة فينظر هو في ضيافة من من المضيف والمضيف سبحانه وتعالى هو الكريم والذي إذا ذهب إليه أحد أكرمه وأعطاه ومنحه وأرضاه لأنه قال لحبيبه وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى في آيات الحج يقول المولى تبارك وتعالى فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا وَإِذَمْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٍ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٍ وقنع عذاب النار أولئك له النصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وفي أيام منا يقول واذكروا الله في أيام معدودات إذن الذكر ثم الذكر ثم الذكر ثم الشكر أكرر من كثرت أذكاره كثرت أنواره ومن كثرت أنواره صفت أسراره ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قرام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم